موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضائية العراق التربوية نرحب بطلبتنا الأعزاء في درس من دروس الطبيعيات المرحلة الثالثة الفرع الصناعي وفرع الحاسبات وتقنية المعلومات درسنا في الدرس السابق مسألة العجلة الآن نكمل ما بدأناه بالدرس الماضي هو لحل مسألة المحرك هذه تعتبر من مسائل التعجيل الزاوي مثال المحرك من الأمثلة أيضا المهمة جدا ونحن علمنا الطالب أن يقرأ السؤال بتأني ثم يستخرج المعطيات وبعد ذلك إذا كان هناك عملية تحويل يحول ثم يقوم بعملية حال السؤال المثال بدأ محرك كهربائي دورانه من السكون أي أن هذا المحرك بدأ من السكون أي أن أوميجا 1 صفر أوميجا 1 صفر ثم وبلغت سرعته الزاوية 1200 ريف على منت أي هنا من طين وحدة القياس هي ريف باي منت هنا أيضا تحويل عملية تحويل نحن علمنا الطالب كل ما تكون عملية أو إعطاء السرعة الزاوية بوحدات ريف على منت يحولها إلى راد على سكن يقول بعد مرور زمن مقداره 10 سكن مقداره 10 سكن يقول ما مقدار التعجيل الزاوي والإزاحة الزاوي التي قطعها وعدد الدورات نلاحظ هنا ثلاث مطالب بالسؤال المطلب الأول التعجيل الزاوي والمطلب الثاني الإزاحة الزاوية وعدد الدورات هنا أول ما نقوم به هو عملية تحويل تحويل السرعة الزاوية من وحدات ريف على منت إلى راد على سكن هنا ضروري جدا لأننا قلنا هذا عملية تحويل ومفتاح للحل عملية التحويل للقانون يقول 2xN على ستين الآن من طينيها ألف وميتيان الألف وميتيان وهي ستين عشرين عشرين في ثمين أربعين باي ونقول خليها بدلالة الباي إذن طلعت السرعة الزاوية الثانية هي أربعين باي راد على سكن ثم نطبق القانون الأول للتعجيل الزاوي اللي يقول السرعة الزاوية الثانية ناقص السرعة الزاوية الأولى على دلتاتي هنانا السرعة الزاوية الثانية طلعناها أربعين باي والسرعة الأولى بدأ من السكون أي أنه صفر على عشر الصفر ما لقيمة العشر ويا الأربعين أربع باي إذن طلعت قيمة التعجيل الزاوي أربعين باي راد على سكن الآن أيضا من قوانين الحركة هو قانون الإزاحة الإزاحة الزاوية قانونها تساوي السرعة الأولى الزاوية في تي أمبيغا وان تي زائد النصف ألف تي تربيع هنانا أميغا وان صفر إذن هذا المقدار كله يساوي صفر ألف طلعتها أربع باي وتي عشر ربوحها رح يصير مية رح يصير الأربع ويا لاثنين بيها ثنين اثنين في مية رح يصير عندي ميتين باي راد هي الإزاحة الزاوية ولكن هاي الإزاحة الزاوية مقاسة بوحدة الراد يريدها بعداد الدورات بعدد الدورات عدد الدورات هي الإزاحة الزاوية على تو باي الإزاحة الزاوية ميتين باي على تو باي الباي ويا الباي تروح والاثنين ويا الميتين يبقى لي مية ريف مية ريف أي ميت دورة ميت دورة هذا أيضا من الأمثلة المهمة وكثالك سؤال مجفف الغسالة أيضا يعتبر من الأسئلة المهمة أيضا يعلم الطالب عملية التحويل وعملية تطبيق قوانين الحركة لكن هذا السؤال يعني شوية مطول ولكنه سهل جدا أيضا نقرأ السؤال بتأني ثم نستخرج المعطيات هذه عندما نستخرج المعطيات راح يتمكننا من حل السؤال بسهولة ويسر السؤال يقول يدور المجفف في غسالة بمعدل 900 ربن بمعنى أنه من طيني السرعة الزاوية الأولى 900 ربن هذه الار بي ام لازم أحولها إذن هذا أول عملية التحويل من راد ريف على ميت إلى راد على سكن ثم يتباطئ إلى 300 ربي ام أي ريف على ميت أي أنه السرعة الثانية أصبحت 300 ربي ام أيضا تحويل صار عدة تحويل يعني السرعة الأولى والسرعة الثانية خلال دورانه خمسين دورة أي أنه هذا التباطئ من 900 ريف على ميت إلى 300 ريف على ميت بخمسين دورة بخمسين دورة أيضا هذه الإزاحة الزاوية تحول إلى راد إذن عملية التحويل عندي ثلاث تحويلات أوميغا وان تو باي ان على ستين الآن من طيني 900 على ستين الصفر ويا الصفر التسعة ويا الستة بيها هاي اثنين بيها هاي ثلاثة والاثنين ويا الاثنين لتروح يبقى ثلاثين باي يبقى ثلاثين باي راد على سكند هذا أول تحويل ومهم جدا قلنا إحنا عملية التحويل هو مفتاح لجميع المسائل الحركة الدورانية أوميغا 2 راح يصير عندي 2 باي ان على ستين الآن هنا من طينيها 300 300 ويا الستين بيها خمسة خمسة في ثمين عشرة باي راد على سكند إذن حولنا السرعة الأولى والسرعة الثانية الآن نقوم بتحويل الإزاحة الزاوية من ريف إلى راد نضربها في 2 باي باعتبار أن الإزاحة ما بيها زمن 2 باي في خمسين اطلع لي 100 باي الآن لو ألاحظ أن منطوق السؤال خالي من الزمن خالي من الزمن والقانون الوحيد الذي عندي بالحركة الخالي من الزمن هو القانون الثاني للحركة هنانا الطالب استعمال القوانين يجب أن ينتبه هي عبارة عن تجربة هنا أنا من أشوف ما عندي زمن والقانون الوحيد الذي ما بيزمن هو القانون الثاني إذن هو هذا القانون المعني راح يكون عندي 2 باي عفوا أوميغا 2 تربيعي ساوي لأوميغا 1 تربيع زائد 2 ألف دلتا ثيتا أوميغا 2 عندي أوميغا 1 عندي وثيتا عندي الباقي فقط هو ألفا السرعة الثانية هي 10 باي أربعها والسرعة الأولى هي 30 باي أربعها ثم 2 في 100 باي اللي هي الإزاحة الزاوية راح يصير عندي من أربع وينتبه الطالب مو أربع الرقم فقط وعوف الباي لا أربع هنو الثاني يصير عندي 100 باي تربيع يساوي لي 900 باي تربيع زائدا 200 باي ألفا هنا أنا الطالب مخير يا أما يكمل الحال أو يقسم على 100 باي من هنا على بود يسهل أمر لو ألاحظ أنه هنا أنا عندي باي تربيع وهنا أيضا عندي باي تربيع راح أقوم بنقل 900 باي تربيع على الطرف الثاني إشارتها موجبة راح تصبح سالبة راح يصير عندي 100 باي تربيع ناقص 900 باي تربيع يساوي لي 200 باي ألفا دائما ناخذ إحنا إذا كان إشارة الرقم الكبير هي 900 راح يكون سالب 900 ناقص مية 800 إذا راح يطلع سالب 800 باي تربيع يساوي لي 200 باي ألفا ألفا تساوي لي سالب 800 باي تربيع على 200 باي الباي ويه التربيع راح يروح الصفرين ويه الصفرين الثمانية على أربعة على ثنين عفو أربعة راح يطلع عندي سالب أربعة باي وهنا ينتبهي الطالب يقول استاذ شو طلعت عدي سالب لأنه بالسؤال شي يقول يقول ثم يتباطئ بمعنى أنا عندي تعجيل تباطئي لأنه السرعة كانت 900 أصبحت 300 هنا أنا راح يطلع عندي التعجيل تباطئي بالسالب والطلب الثاني يقول جد زمن الدوران لهذه الخمسين دورة نطبق احنا القانون الأول تقريبا القانون الأول يطبق في جميع مسائل التعجيل يقول ألفا يساوي لأوميغا 2 ناقصا أوميغا 1 على تي 2 ناقصا تي 1 هنا أنا تي يساوي لي أجيب الألفا مكان التي راح يصير أوميغا 2 ناقصا أوميغا 1 على ألفا عشرة باي ناقص 30 باي أنه السرعة الثانية طلعتها عشرة ناقص السرعة الأولى 30 على ألفا اللي طلعتها ناقص أربعة باي راح يطلع لي عشرة ناقص 30 ناخذ إشارة الكبير اللي هي السالب راح يصير عدي سالب 20 باي على سالب أربعة باي راح يطلع لي 5 سكند إذن دوران الخمسين دورة يستغرق 5 ثواني يستغرق 5 ثواني هذا أيضا من الأسئلة المهمة قد تكون مطولة لكن شيق وينحل بسلاسة هذه بالنسبة لأسئلة ومسائل الحركة الدورانية هنا عدنا من الكميات المهمة في الحركة الدورانية هو عزم القصور الذاتي عزم القصور الذاتي هنا سبق درسنا أنه بالحركة الخطية الآن ندرس بالحركة الزاوية عزم القصور الذاتي هو مقاومة الجسم مقاومة الجسم لتغير سرعته لتغير سرعته هذا أيضا يعتبر من الكميات المهمة جدا جدا بالحركة الدورانية عزم القصور الذاتي هو مقياس لمقاومة الجسم ضد أي تغير بسرعة أي أنه أي جسم يغير من سرعته راح يواجه مقاومة هذه المقاومة بالفيزيون سميها عزم القصور الذاتي نرمز لها بالرمز آي الصيغة العامة لعزم القصور الذاتي نستخرجها من العوامل اللي يعتمد منها أو عليها عزم القصور الذاتي يعتمد على كتلة الجسم وهذه هي الكتلة ويعتمد على شكل الجسم شكل الجسم نقصد به نصف القطر بمعنى أنه قوانين عزم القصور الذاتي راح نستخرجها من العوامل اللي يعتمد بيها عزم القصور الذاتي وثالثا نمط توزيع الكتلة لو ألاحظ أنه هذا العزم عندنا أشكال متعددة وأنظمة متعددة لا يمكن أنه أطبق هذا القانون العام على جميع الأنظمة بسبب أنه هذه الأنظمة مثل الكرة والقرص والعجلة والأسطوانة والحلقة لا تتشابه لا من حيث الكتلة ولا من حيث شكل الجسم فلهذا راح يكون لكل نظام إلى قانون خاص فللكل كرة راح يكون اثنيا على خمسة أم آر تربيع هذا مهم جدا لأن عندي مثال سؤال خاص بي وللكرة المجوفة راح يصير اثنيا على ثلاثة أم آر تربيع بمعنى أن الكرة المجوفة عزمها القصور الذاتي أكبر من عزم قصور الذاتي الكرة الصليدة كذلك للقرص والعجلة والأسطوانة راح يصير عندي نصف أم آر تربيع هذه بالنسبة إلما للعجلة وهذا عندي مثال بالعزم المدور راح نحتاجه هنا طبعا كثير من الأمثلة عندنا على عزم القصور الذاتي ولكن احنا راح نعيد تعريف عزم القصور الذاتي لأن مهم جدا هو مقياس لمقاومة الجسم ضد أي تغير في سرعته الزاوية إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة